ادارة نادي الزمالك بتتوصل لاتفاق مهم جدا مع اشرف بن شرقي نجم الفريق المغربي للبقاء مع الفريق حتى 24 يوليو الجاري عارفين طبعا ان اشرف بن شرقي عقد انتهى مع الزمالك رسميا يوم 30 يونيو الماضي واللاعب الحقيقة يعني بتربطه علاقة قوية جدا بمسؤولي وجماهير نادي الزمالك وبناء عليه قرر الاستمرار مع الفريق للفترة دي كان المفروض طبعا عارفين ان بن شرقي عقده بينتهي 30 يونيو كان في خلاف كده بين ادارة نادي الزمالك وبن شرقي على استمراره لنهاية الموسم اللي مكمل لحد 30 اغسطس الجاري في موسم استثناء جديد من ضمن مواسم الكرة المصرية الاستثنائية كان المفروض بن شرقي عقده يخلص بالنهاية الموسم مسؤولي نادي الزمالك قاله ان العقد ينتهي بالنهاية الموسم القروي 2021-2022 وده معناه ان اللاعب يعني مجبر ان هو يكمل مع النادي الحد اخر يوم في الدوري حتى لو الدوري ده كمل ل2024 ده من وجهة نظرهم لكن الواقع بيقول ان العقد مستمر لنهاية الموسم اللي هو رسميا بيكون يوم 30 يونيو فالحقيقة بعد مفاوضات طويلة بين اللاعب وادارة نادي الزمالك اللاعب قرر الاستمرار مع الفريق كان في البداية في اتفاق ان هو يكون متواجد لحد يوم 21 يوليو الجاري ومباراة الزمالك قدام الاهلي في نهاية كاس مصر ان شاء الله اللي هتكون على استاد القاهرة يوم 21 يوليو فبعد الاتفاق ده بن شارقي بالفعل التزم ومتواجد مع الفريق بعد نهاية عقده في 30 يونيو وقرر ان هو هيلعب مباراة الاهلي كده عنده مباراة غزل المحلة ان شاء الله يوم السبت وبعدها مباراة الاهلي لكن تم دلوقتي التوصل لاتفاق جديد ان اللاعب يكمل لحد يوم 24 يوليو يوم مباراة سموحة في الجولة 25 من الدوري الممتاز واللي هيكون اخر مباراة لاشرف بن شارقي مع نادي الزمالك هيقدارة نادي الزمالك يعني رغم ان اللاعب مش هيكمل لنهاية الدوري وهيمشي بعد مباراة سموحة لكن هناك حالة من يعني من الاعجاب من ادارة نادي الزمالك باللعب المغربي على التزامه رغم نهاية عقده وتواجده مع الفريق وإدارة النادي قررت يعني اقامة حفل تكريم لكل نجوم الفريق اللي بتنتهي عقدهم مع الفريق الموسم ده باستثناء السنائي محمد ابو جبل حارس المرمى وطارق حامد نجم وسط الفريق بعد ما السنائي يعني ابتعدوا من فترة كبيرة عن المشاركة في التدريبات ومباريات الفريق بعد يعني ما قالوا ان خلاص احنا عقدنا انتهى وكان يعني مفاوضات بين ادارة النادي والصنائي لتجديد عقدهم وصلت بطريق مسدود نفس الموقف بالنسبة لأشرف بن شرقي لكن الفرق ان بن شرقي قرر ان هو يكمل مع نادي الزمالك وتحت امر الجهاز الفني وادارة الفريق لحد اخر لحظة في عقده بل كمان الراجل كمل بعد نهاية عقده اهو داخلين في اول شهر بعد نهاية عقده والراجل ملتزم تماما ويمكمل مع الفريق عشان كده هيكون ان شاء الله في حفل تكريم لأشرف بن شرقي وانجوم الفريق اللي بتنتهي عقدهم السنة دي باستثناء ابو جبل وطريق حامل طيب نادي الزمالك دلوقتي خلاص حلم التتويج بالدورة للمسم التاني على التوالي تدهي يكبر كل يوم عن التاني شفنا نادي الزمالك بيتعادل مع النادي الاهلي في مباراة كما كان معظم نجوم نادي الزمالك الشباب اللي صعدين من فرق تحت السن لعبوا المباراة دي وقدوا بكفاءة عالية جدا واسبتوا وجودوا مونيك خوف ان هما كانوا يعني يقتنسوا تعادل مهم جدا قدام النادي الاهلي بكل نجومه على ملعب النادي الاهلي وسط جماهيره وبعد كده نادي الزمالك واصل انتصاراته مع البروفيسير فريرا طبعا اللي بيقدم اداء يعني راقي جدا مع نادي الزمالك رغم الغيابات الكبيرة نادي الزمالك عارفين طبعا ان هو بقاله فترتين انتقالات ما بيجريش اي تعقدات عقوبة موقعة على نادي الزمالك في الوقت اللي فيه لعيبة كتير عقودها بتنتهي في الوقت اللي فيه ازمات كتير في الفرقة وغيابات لكن لو جينا نتكلم بقى على قرى وعلى منافسة على لقب الدوري نادي الزمالك لحد دلوقتي هو متصدر ترتيب الدوري بفرق اربع نقط عن بيرامد صاحب المركز الثاني وست نقط كاملة عن النادي الاهلي صاحب المركز الثالث اللي لسه ليه مباراتين مؤجلتين عن نادي الزمالك ان شاء الله يوم السبت فيه مباراتين مهمين جدا فيه صراع المنافسة على لقب الدوري اشرف بن شارقي هيكون موجود مع الزمالك قدام غزل المحلة مباراة تكون صعبة يوم السبت اللي جاي الساعة ستة ونص فيستاد غزل المحلة المرعب عارفين طبعا غزل المحلة برا المحلة كوم وجوه المحلة بيتحول وبيبقى ارجنتيني الكرة المصرية مباراة صعبة جدا في نفس اليوم نادي الاهلي عنده برضو هيخرج للاعب بيرامد زعلة ملعبه ملعب الدفاع الجوي الساعة تسعة مساء مباراتين هيحسموا يعني او هيقولوا بالنسبة كبيرة الدوري ممكن يروح فين عارفين طبعا اهلي وبيرامدز والزمالك تلاتة فزوزهم تقريبا متساوية في المنافسة على لقب الدوري الموسم ده وبعد مبارات او مباريات السبت بقى اهلي والزمالك قمة قمة جديدة للقرة المصرية نهاي كاس مصر ان شاء الله على استاد القاهرة ومباراة ببطولتين بطولة اللي هيكسبها يكسب مباراة القمة والبطولة التانية اللي هيكسب يكسب بطولة كاس مصر بتاع الموسم المنتهي الموسم الماضي طبعا عارفين اللي كان تم تأجيل مباراة الكاس لحد ما الموسم الجديد بدأ وبدأنا بالفعل بطولة كاس جديدة لكن نهاي البطولة خلاص ان شاء الله هيجمع بين زمالك والاهلي ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي على استاد القاهرة وبنتمنى ان شاء الله نشوف مباراة كبيرة واللي بعدها هيكون اشرف بن شرقي متواجد في المباراة دي وتم التمديد بعد مفاوضات مع مسئول الزمالك لمباراة اخرى اللي هي هتكون الاخيرة في مسيرة بن شرقي مع نادي الزمالك بعد نهاية عقده هتكون مباراة سموحة يوم 24 يوليو دي كانت تخطية سريعة لموقف اشرف بن شرقي مع نادي الزمالك اللي يعني نقدر نقول ان هو خبر مفرح لجماهير نادي الزمالك ان هو مكمل مع الفريق لحد يوم 24 يوليو دي المباراة سموحة المباراة اللي هتكون صعبة وقوية وبالتأكيد نادي الزمالك هيكون محتاج لجهود النجم المغربي فيها ونشكر حضراتكم على طيب المتابعة ونلتقى ان شاء الله في تخطية جديد اشتركوا في القناة